السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطلاب الميزين وطلاب الأذكاء وطلاب الشيطان ربي وفقكم إن شاء الله وشوفكم بعض المعدلات وأيضاً عندنا الحلقة الثانية من حل تمارين الوحدة السابعة للصفة السادسة الإعدادي وعندي كلمات يقول وصل بيانات حتى تنطين كلمة مركبة انترنت اتصال انترنت كورس فيز سيلف ديسبلين ويب ديزان كومبيوتر سكل شنو معناه هنو شنو تركيبين هتروح لي ركض على الترجمة وتطلع معنا معنا لأن هذا هذي 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 كل هن يجنك بتمارين المفردات وأغلب الاستخدام للهن فلازم تكون حافظاً لأن إذا جنك راح تورط ورطة واختتشذب وتضيع عليك عشر درجات بالمفردات هذا يريد تعاريف بس عنده تعاريف يريد تكملها مثلاً كومبيوتر program that is useful if you are working with the number حاسوب يستخدم إذا كان عندك جدول أو أرقام شي تسمى spirit sheet برامج جدول a place where you hold a course or concert for example مكان تروح له حتى تسوي الدورة مالتك شي يسمونه فينه improve job prospect شي يسمونه enhance عزيز an organization that provide help or raise money for people in need charity talk or communicate informally for example on the internet chat تواصل بين الاشخاص والحديث بشكل رسمي شات دردشة I would like to train as a librarian because I love book and libraries هذه بس تكملها بكلمات حتى تكمل المعاني والكلمات لازم تكون حافظة والمعاني تكون حافظة حتى تسهل عليك الحلول she is a medical student she should qualify as a doctor in two years ago بس تمارين لازم تكملها بالمعاني هذا التمرين عندنا سابق وما اخذينه انه انه انت تختار بين البسيط وبين الماضي المستقبل وبين البسيط وبين الماضي البسيط للمضارع البسيط الى اخرهات من انحلينا اعتقد يحتاج انحلي اشتمرين لان اصلا ما ينطيكم اشتمرين وخليك تديح وتعتمد لع الكلمات اغلب الجمل ينطيها correct the verb true or false ام فيها اختيارات لكن اختيارات سهلة موهج بيج تعقيد عليكم نجح لهذا المكان if you don't hurry we will be late اذا ما استعجلت راح انت اخر the train leaves at 11 o'clock low will leave لا leaves ما طول وقت leaves استخدم التعبير عن المستقبل باستخدام المضارع البسيط لان عندي وقت i am sorry i can't go with you i am going to the dentist تخطيط ان انت تذهب للدكتور your room is a mess when you are going to clean up مضارع مضارع بسيط بعد وين يجي مضارع بسيط مضارع مستمر think of me tomorrow at 9 o'clock i will be taking tomorrow يعني غدا ووقت وما عندي شي تعلق بالمضارع البسيط بس عندي شي تعلق بالمستقبل البسيط i will be taking لازم يكون will be taking لان ما يصير will take will يجي بعدها بي بل زمن المستقبل المستمر هذا التمرين سابق حليا انه هو يسولف لك عن افعال لازم تصلحها وكذا ان شاء الله تعادية عندنا هذا التمرين the writer the writer wants to find a job in his country الكاتب اراد ان يحصل على عمل في بلده هذا من قطعة المستعمل المكتبة لا اراد عمل يكون يسافر من دولة من دولة at the library the writer can learn how to apply for job في المكتبة الكاتب عرف كيف يطبق او يتقدم لوظيفة صح the writer can borrow DVDs from the library صح يستعير رقص من المكتبة صح he reads the newspaper at the library to find out what is happening in the world false وما يقرأ جرائد حتى يشوف شكو ماكو بالخارج لا يقرأ جرائد حتى يشوف الوظائف المتاحة he has already applied to some companies هو جاهز للتقدم على شركات عديدة false لا هو باله شركة ودائما يراجع لوكتبة حتى يصل لها الشركة ويريد عمل يتعلق بالرحلات astoned surprise متفاجئ body language how you sit and move لغة الجسد property in the correct way بالطريقة الصحيحة sins because pay off bring the right result بجلب نتائج جيدة هذا كل ما يتعلق بالتمارين الوحدة السابعة وهذا الحلقة الثانية خلصناه يشنكم كملنا تمارين الوحدة السابعة ان شاء الله اشوفكم فيديوهات ثانية وشرحات ثانية فيما الله نحية